مرحبا كيف كانوا اختبار الوحدة للوحدة هذيك اذا اول وحدة دعونا اختبار الوحدة عندنا اسئلة ضع دائرة اول سؤال بحكينا احدى التالية تمثل جملة الجمع على خط الاعداد مين هو الشكل اللي يمثل سالب اثنين زائد سالب اثنين هاي لا هاي لا هاي لا دي طيب سالب اثنين هنا هون وتقول انا زائد الناقص ثنين يعنا تريدنا نمشي كمان ايش كمان يعني زاءد معكوسها لا مش معكوسها زائد كمان سالب اثنين هون ومحمنا هون هون سالب اثنين هون زائد اثنين وهون الحالة زاءد معكوس Election Part 2 هون الحل الوحيد هو الاخيرة احد الاتياء مرتبات الساعديا تساعوديا معناتها من صغيرة كبيرة سهل كثير واللي هي رقم اي نعم احسنتي تساعوديا بدنا نبلش معروف انه دائما العدد السلبي الاكبر واحد بيكون اعلى او بيكون اصغر من العدد التالي ممتاز اذا سالب 11 سالب 9 سالب 6 بعدها 17 و 20 نعم هاي غلط لانهم هون ما حطوا السالب لبعض الحال احدى الاتياب لها القيمة المطلقة الكبرى هاي لا هاي لا ديق سالب 4 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 5 رح يعطينا جواب شو اه نجمع واشارة ايش الاكبر يعني ناقص 9 هون رح يطينا جواب ايش ناقص 9 تمام هي رح تكون اكبر اشي لان هون 3 زائد 1 اربعة هون زائد بتصير عندك اشارتين مختلفتين اطرحوا اشارة الاكبر ناقص 2 وهون عندي ناقص واحد مين اللي ايه قيمته اعلى اشيه 9 او القيمة المطلقة الكبرى تمام الابارة الصحيحة مما يأتي هي اه بي هاي هلا بالنسبة لسؤال رقم 3 يعني هون لما بس ملاحظة يعني احنا ليه اخترنا هاي لانه بالاخير هلا مش هون النواتج هيك طلعت معانا طالب مننا نعرف انه الاربعة هي اكبر من السالب 9 بس وما طلبوا مننا القيمة القيمة المطلقة يعني سالب 9 حطوها بالاشارة تعتبر قيمة المطلقة قد بتعطيكو 9 فبتالي رح يكون اعلى واحد منهم كلهم طب شو العبارة الصحيحة ننتقل الى رقم اربعة شو العبارة الصحيحة بي بي وين بي طيب ليه لانها السبعة سالب 3 هي اكبر من هاي ما بتساوي هاي وهاي مش اكبر منها صح ايوه ممتاز ننتقل الى رقم 5 ناتج ناتج ضرب سالب 2 ضرب سالب 5 ضرب السفر يساوي السفر اي اشي اي عدد شو ما كان ضربته مدام السفر دخل بعملية الضرب مباشرة جواب ديكون سفر العبارة الغير الصحيحة مما يعطي مش صحيحة هاي صحيحة وهاي صحيحة مانتها هاي هي الغضب طيب عشان نتأكد اتنين ناقص واحد ناقص واحد واحد يعني هاي صحيحة اه مش صحيحة عبارة غير صحيحة شو هي يعني هلا هون احنا حسب ما درسنا ها سالب ستة سالب سبعة سالب ستة تساوي سالب 13 هاي صح وهاي العبارة صح هاي العبارة هي الغلط لما قال لنا بالسؤال العبارة غير الصحيحة اللي هي هاي تمام لان هون مفروض جواب واحد هنا كاتبنا ناقص واحد غلط تمام شوف سبعة وساي سالب سالب و هون سالب سيد ساوي سالب على سالب سيجواب بالنص وجبى هون في عندك سالب فشطتني سالب هنا مش صحيحة شيئ موجب سالب على سالب punombres العدد التسعة ولا تمانية العبارة العبارة التي تكافئ سالب أربعة يعني بتعطيكي جواب سالب أربعة لبعضها تسعة العدد الذي يساوي معكوس هو ها صفر ما قياس درجة الحرارة في كل ميزان بعد أن تنخفض بمقدار ستة درجة سلسيوس وبعدها كمان حالة ثانية أن تصبح ثلاث أمثال ما هي عليه طيب هون يساوي الأربعة سالب ستة يساوي أربعة زاد سالب ستة يساوي السالب ستنين كيف عرفتي هلا هون طلع أول شي شو بنا نعمل يا سادس أول شي بنا نقرأ درجة الحرارة أدي عدكوا درجة الحرارة هون أربعة تمام هايها أربعة نزلة الأربعة أدي بمقدار ست درجات يعني أربعة راح منها ستة شو يعني يعني لما نحكي طن خفض بدها تصير أربعة زائد ناقص ستة إشارتان مختلفتان أو أربعة ناقص ستة يعني سالب أربعة سالب اثنين سالب اثنين طيب الحال الثاني عندي هون أدي درجة الحرارة هون عنا تحت الصفر بنقطتين يعني سالب اثنين هاي مكتوبة سالب اثنين بشو معنها سالب اثنين صارت ثلاث أمثال يعني ثلاث أضعافها ثلاث أضعاف سالب ثلاثة يعني سالب اثنين ضرب ثلاثة لانا صارت ثلاث اضعاف سالب ستة اذا سالب ادي جواب الثانية سالب ستة سالب اثنين ضرب ثلاثة اللي بعدها صفحة تسعة وثلاثين ورتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر معروف هلا اعلى عدد سلبي بدي يكون اصغر واحد سالب ثلاث عشرين بدن سالب خمسة عشر بدن ثمانية عشرة خمسة عشر طيب هبط مظلة بمعدل اربعة متر بالثانية تقريبا بعد فتح المظلة اين سيكون بعد ست ثواني بالثانية نزل اربعة بعد ست ثواني قدي رح ينزل اربعة ضرب عادية عملية ضرب عادية طيب نيجي لهون فيه منتصف الليل الحرارة كانت سالب اثنين سلسيوس بعدين ساعة خمسة ردت نزلت بمقدار اربع درجات بمقدار قدي أربع درجات اذا سالب اثنين نزلت أربع درجات وردت ارتفعت 9 درجات مع درجة الحرارة ثلاث سلسيوس يعني سالب اثنين بدي ادي اتنزلها نزلها ناقص اربعة بعدين بدي ارد ارفعها يعني زائد زائد الدين زائد 9 2 يعني سالب 2 ناقص 4 زائد 9 يعطينا 3 في الشكل المجاور إذا كان جموع العددين في كل المستقبل المتجاورين يساوي العدد في المستقبل فوق فوقهما فأكمل الشكل بالعدد الصحيحة المناسبة سالب 1 3 1 يعني هون إحنا نبين 1 و 2 1 2 سالب 3 3 2 3 لا إحنا هون من هون كتب الشيح من هون نفهم السؤال يا سادس حكا أن مجموع العددين بكل المستقبلين متجاورين يساوي العدد في المستقبل فوقهما يعني هذون المستقبلين اجمعوهم مع بعض سوالب لكن لأقص 3 ناقص 1 2 طيب نيجينا هون 2 و 1 3 3 و 2 الزائد ناقص 3 و سالب 1 ناقص 1 لما تخطي إشارة الأكبر نعم نروح للسؤال بعده 15 يلا إذا أضيفه أو عدد إذا أضيفه إلى سالب 7 كان الناتج 29 ما هذا العدد؟ جيت ناتج قسمة هذا العدد على سالب 9 ثم أضرب الناتج في سالب 6 36 36 36 زائد سالب 9 يساوي سالب 4 سالب 4 ضرب سالب 6 يساوي 24 هلا نشوف هذا السؤال نركز فيه مزبوطية سادس عشان أنه عرف نحله بقول لنا عددهم إذا أضيفه إلى سالب 7 كان الناتج 29 هلا هذا العدد خلينا نرمز له بـ X تمام؟ شو بنا نضيف له؟ سالب 7 تمام؟ نضيف له سالب 7 هدي بعطينا جواب قال لنا 29 كيف دو صير؟ الـ X نزلوها زي ما هي تمام؟ هاي الـ X نزلت حطه تساوي هلا العدد اللي هون بدنا نحطه هون دائما مباشرة شو بدي تصير فيه؟ بدو ينقل إشارته يعني الناقص شو بديو تصير بدو يعكسها إشارته بديو تصير موجب 29 بعد زي ما هي إذا بدكو حطه هون حطه تسالب تحت السالب تحت السالب أحسن من فربط 29 بتنزل زي ما هي تمام؟ هاي 29 نزلت هلا السالب اللي هون بدنا ننقلها نحن لهاي الجهة عشان عارف قيمة X لحالها صح؟ ها عرفتي؟ بدنا نطلع كم قيمة X لحالها بحط تساوي هاي بدنا نقلها لجهة الثانية 29 بتنزلها زي ما هي ما في عليها تغيير سالب 7 بدها تصير موجب 7 اها إذا زائد 7 يلا اجمعوا 27 أو 29 زائد 7 كم بعطيكو جواب؟ X تساوي كم؟ 6 6 و 30 طيب إذا طلعنا أول شغلة اللي هي 36 ما هذا العدد؟ طلع معانا 6 30 منكمل الإجابة شو بنا نعمل؟ بقول لنا أجد ناتج قسمة هذا العدد على سالب 9 يلا نفسها 36 بدنا نقسمها على سالب 9 تمام؟ إذا هون عنا زي ما حكينا أجد ناتج قسمته بدهم 36 هاي اللي عنا شو بنا نعملها؟ نقسمها على كم يا سادة؟ سالب 9 نقسم إذا على سالب 9 عندكو إشارتان مخ مختلفتان مباشرة رحطوا سالب نعم 9 في إيش بعطينا 36 9 في 4 9 في 4 إذا سالب 4 كملوا شو طالب مننا؟ ثم أضرب الناتج في سالب 6 يلا هاي سالب 4 هذا منضربه بسالب 6 ضرب سالب 6 يلا إشارتان شوطان متشابهتان مباشرة رحطوا موجب 4 في 6 4 في 6 4 20 إن زجاب النهائي هو 4 24 تمام؟ ممتاز 16 أي الحالات الآتية يمكن تمثيل بمعكوس العدد 60 هبوط طائرة مسافة 60 حسنتين هبوط لأنا بدل على السالب اللي بعديها؟ إذا كانت درجة الحرارة 15 سلسيس ثم أنخفضها 8 سلسيس فإن جملة الجمعة التي تعبر عن درجة الحرارة النهائية هي هاي لا هاي لا هاي لا دي ممتاز لبعديها إحدى الآتية ناتجها يساوي الناتج جميع سالب 2 زاد سالب 4 سي آه ما نبين يعني سالب 2 سالب 2 ناقص 4 سالب 2 ناقص 4 بتعطينا هاي الجواب صح؟ جملة الضرب التي ناتجها لا يساوي ناتج ضرب 6 ضرب سالب 6 هي آه سالب 8 ضرب 4 ناتجها لا يساوي ناتج ضرب 6 ضرب سالب 6 يعني هون سالب 36 رجل تعطينا الجواب صح؟ 6 في 6 6 و 30 شو هي؟ كلها متشابهات الى الاخيرة نحن محسنتي لبعضيها تحلق طياره على ارتفاع مليون عشر تالاف عشر تالاف متر اذا اراد الطيار انه يهدوك طيار ربوط الى ارتفاع لالارتفاع هس هون احنا هاي طيار هون زي ما هنا شاك فيه بالصورة عشر تالاف بده ينزلاتها تأدي 8 تالاف 8 تالاف بقولي نستعمل اعداد صحيحة او احنا بنستعمل اعداد صحيحة لاجاد مقدار مسافية اللي لازم انه تهبط الطيارة بالامتار الدي بده تهبط بس هاي المنطقة هاي الى الف عشر تالاف نقص الثمن الاف ويساوي الاف الافين ممتاز طيب اذا هيك هنا اسلت الوحدة نراكم ان شاء الله بوحدة القادمة عن الكثور والعمليات عليها الى اللقاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة با 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 ب